مجزة بهم الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد عوض بن مبارك مع سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا محمد بن سعيد الجابر العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وشعبين الشقيقين وسبول الكافلة بتعزيزها وتطويرها وخلال اللقاء تطرق بن مبارك إلى المسجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ اتفاق رياض وعودة الحكومة إلى محافظة عدن لما لذلك من أهمية في توحيد الصف الوطني لمواجهة الميليشيا الحوثية والبدء في عملية البناء والتنمية بالإضافة إلى الجهود الكافلة بدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي المرتكزة على المرجعيات الثلاث كما تم مناقشة أوضاع الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها لهم المملكة من منطلق الروابط والمصير المشترك الذي يربط البلدين والشعبين الشقيقين استهجن وزول الإعلام الثقافة والسياحة معمر الإرياني تصريحات المرشح لوزارة الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان عن أزمه انتهاج أسلوب قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مجال السياسة الخارجية أوضح نتاكدات المرشح لخارجية الإيرانية بأن دعم الميليشة الطائفية في المنطقة أحد برامجه الرئيسة مؤشر خطير على توجهة النظام الإيراني لتصعد سياساته العدائية وتدخلاته المزعزعة لأمن والسقرار المنطقة أشار وزير الإعلام إلى أن النظام الإيراني تبنى طيلة أربعة عقود ومنذ الثورة الخمينية عقيدة تصدير الفوضى والإرهاب تحت غطاء الثورة وإنشاء وتمويل الميليشة الطائفية لنشر الفوضى والإرهاب وزعزعة أمن والسقرار دول المنطقة العربية أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير طائرة مفخخة دون الطيار أطلقتها مليشة الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة العربية السعودية وقال التحالف بيانا له إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية وتعامل مع التهديد الوشيك مع استمرار مليشة الحوثية الإرهابية بمحاولات السداف المدنيين والأعيان المدنية شنت مقاتلات وتحالف دعم الشرعية سلسلة غارات مكثفة استادفت مواقع وعليات المليشة الحوثية الإنقلابية بمحافظة مأرب أضح المركز الإعلامي القوات المسلحة أن طيران التحالف استادف بأربع غارات جوية مواقع وعليات تابعة لمليشة الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران في جبهة رحب جنوب غربي مأرب وأكدنا أن الغارات كبدت المليشة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح لقي قيادي ميداني في المليشة الحوثية مصرعه من إيران قوات الجيش الوطني بمحافظة الجوف وذكرت مصادر أسكرية أن القيادي الميداني في مليشة الحوثي المدعو محسن الحمزي لقي مصرعه مع عدد من مرافقه في مواجهات مع قوات الجيش بجبهة محافظة الجوف هذا وتشهد جبهات محافظتي الجوف مأرب معارك متواصلة بين قوات الجيش ومليشة الحوثي تتكبد خلالها المليشة خسائر مادية وبشرية كبيرة نهاية المجزة أشكروا لكم وطيب المتابعة دمتم بخير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر